نتابع هذا الموضوع بتفاصيله من جدة معي دكتور خالد محمد بطر في الأكاديمي والمحلل السياسي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور خالد إذن بأمس المشهد أصلا شهد تحولا كبيرا وهاما على الصعيدين الميداني والسياسي بعدما أعلن الرئيس السابق انتفاضة اليمنيين ضد الحوثيين اليوم كيف تبعت كل المستجدات والتي انتهت طبعا بقتل الرئيس السابق على يد الحوثيين المستجدات تتلاحق بطريقة غريبة وعجيبة لم نعحدها من قبل خلال العامين الماضيين وخلال أيام الأخيرة بلغت دروتها حقيقة من كان يتوقع ويتخيل أن يتم القضاء على علي عبدالله صالح بهذه السرعة وخلال 24 ساعة منذ إعلانه الانفصال عن الحركة الحوثية وتبرؤوا منها الأمر يشير إلى أن الحوثيين كانوا قد عدوا للأمر عدته وأن هذا أمر دبر بالليل وأن علي عبدالله صالح شعر بأن أمر باغتياله قد تم إصداره وأنه لا مخرج له ولا طريق غير أن يغامر بإعلان انفصاله عن الحركة الحوثية لعل وعسى لأن الاستعدادات التي تمت محاصرة بيتي تفجيره ومتابعته وملاحقته تشير أيضا إلى وجود اختراق داخل الدائرة الضيقة لعلي عبدالله صالح التي وشت بخروجه في هذا الوقت ودلت على تحركاته إذن الأمر ليس بغريب على علي عبدالله صالح الأمر كان معروفا لديه على ما يبدو ولكنه غامر بورقته الأخيرة لعله وعسى وخسر بيها نعم وكانت وصية الأخيرة لليمنيين بمحاربة والوقوف ضد الحوثيين كيف تبعت موضوع مع حكي يعني لكثير من الأنباء تتوارد اليوم عن أن طهران هي التي قادرت نعلم طبعا من الحوثيين أصلا مدعومين من طهران ولكن طهران أخذت هذا القرار وتم تصفية صالح اليوم بعد ما حدث أمس وما أعلنه أمس لا أستغرب ذلك لأن القرارات المصيرية والهامة والمفصلية تأتي من طهران أنا أذكر أنه في كثير من المباحثات التي تمت بين جمال بن عمر وبين الحوثيين كان يقول جمال بن عمر لبعض الخاصة بأن المستشارين الإيرانيين كانوا يجلسون حوله وفي بعض الأحيان يطلبون وقتا حتى اليوم التالي حتى يرسلوا فاكسات عن طريق عمان إلى إيران وينتظرون الرد عليها إذن إيران حاضرة بقوة في كافة القرارات ولديها مستشاريها ولديها السفارة الإيرانية التي احترقت اليوم كانت السفارة فاعلة وفيها مراقبين ومستشارين للحركة الحوثية ولا أستغرب أن يكون هذا القرار قد صدر مسبقا من طهران وليس بالضرورة في تلك اللحظة بقتل الرجل باعتبار بدليل أنهم قصفوا منزله وحرقوها عن بكرة أبيه وحاولوا البحث عنه تحت الركام فهذا يعني أنهم أرادوا أن يقتلوه بتعليمات مسبقة ولم يتمكنوا من اغتيال في داره فلاحقوا حتى اقتلوه في الطريق مع كل هذه المستجدات وتطورات المتسارعة جدا كما قلت دكتور خالد بين أمس واليوم هل ممكن أن نقول بأن صنعاء خرجت من قبضة طهران؟ لا لم تخرج بعد لأن الحوثيون ما زالوا فيها طبعا أعني كقرار مع عسكر المقابل قرار حاسم يعني نعم اليمنيون اتخذوا قرارهم بمواجهة الحركة الحوثية ولكن الحركة الحوثية تحكم بالحديد والنار ولها اليد العليا الآن في العاصمة صنعاء إلا إذا فعلا نجحت السبع الألوية التي وجه بتحريكها الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى صنعاء في دخولها ومساندة ما تبقى من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التابعة لصالح ومساندة القبائل المحيطة بصنعاء والتي تسمى قبائل الطوق والتي لن تتحرك إلا إذا وجدت أن هناك دعما عسكريا لها يعني يمنع عنها انتقام الحوثي فيما لو فشلت أي محاولة أو فشلت هذه الانتفاضة لا سمح الله نعم يعني كل هذه المعطيات موضوع التحالف طبعا في اليمن موضوع الدعم موضوع القبائل موضوع أنصار رئيس سابق بعد ما حدثوا بعد دعوته الأخيرة لانتفاضة ضد الحوثيين والناس بأكملها في اليمن يعني بالنهاية نعلم بأن الحوثي رقم صغير جدا يبقى في اليمن نعم ولكنه رقم مسلح بأفضل وأحدث الأسلحة التي كانت في معسكرات ومخازن الجيش اليمن والأسف الشديد الذي ساهم في تسليم هذه الأسلحة كان المغدور علي عبدالله صالح واليوم يستخدمون ذات الأسلحة التي استلموها في اغتياله وفي الغدر بكل حلفائهم في المؤتمر الشعب العام والحرس الجمهوري هم استخدموا هذه الأسلحة إضافة إلى الأسلحة التي وصلتهم من إيران نعم طبعا لما قبضتوا الحديدية ووجودوا العسكري للحوثي لم نكن لنصل إلى هنا ولكن طبعا أنا ذكرت موضوع الشعبوي ورفض الناس رفض الشعب اليمني للتدخل الإيراني للحوثيين ذراعه في اليمن مساهمتوا بهذا الموضوع شكرا جزيلا لك من جدد دكتور خالد محمد بطار في الأكاديمي والمحلل السياسي